محمدالي تونسي ضيفنا ضيف كورنش موزايكة فيه محمدالي مرحبا مرحبا بيك شكر مرسي على الاستضافة تحيالي رغب بعلام المسرح واللي كيبه كل وكل مستمعي موزايكة فيه تحبهم تسميات هذوم محمدالي اشنو التسميات كيما ميسميوا الفنين الروحهم امير الترب سلطان المسارح لا مشهم يسميوا روحهم الجمهور سماهم ساعات يسميوا روحهم وساعات اللي يبدأ متبنيه فنيين هو اللي يسميه كيما القصب جي كيما الست كوكب الشرق ما هو اللي يسميه تحب العبادة ساميك تسميات مناها ولكن تسميه شبابا مثال شخوة فاما شكون ساميك أعطاك تسميات مناها فاما فاما كيما مثلا فاما فتسميات برش برش أعطيني واحدة منه والله التسميم تاعهمي ذاكي جمال للبيت لكي اندر ليقول عيد خوة جمال للبيت جمال للبيت افضلها بالنسبة لي كنت افضلها بالنسبة لي ان يا ربي فضلها كانت مع فيها مادام ريم الدرعي نذكرك كانت عايت لي الدرويش الصغير يعني وين مشيت مهبت الشعر مزلت موجودة وظفتها في الليميسيون متاعي معتها السلام مزلت نكتب حاجة نحسها نكتبها وديما ديما نخنطب نردتها هروحي كنشد ستيلو ورقة ونكتب يعني نجم اليوم أنا نخير نحكي مع ستيلو وما نحكيش مع انسان والله وعليه خاطر توصلنا الوقت سرك ما ولا ساهل عند الناس وليتقول هذا عز الناس يطلع أسوأ الناس ويحكي بيك للناس تقدرت من الناس ديما نتقدر كل دقيقة ونتقدر وكل دقيقة نتعلم حتى في هذا المجال نفني من بطبيعة أنا تقدرت في المجال نجم نكون في الوعود اللي يعطيك وعد في حكاية ومن بعد ما يكونش قد الوعد متاعه واليوم بعد خلينا نقول نجاح بعد ما موجود في في المسرح موجود في التلفزة ماذا كانت رسالة التوجه للناس أو أو بعد ما تقابلهم يعني بعد المدة منخدم بالنجاح ما تجاوبهم مش نجاوب كم بالخدمة واحد يجيه الخدمة هي المسرحية التحفة عندها جولة صيفية ذولي تقريبا إن شاء الله أكثر من عرض ومش تكون موجودة محمد علي والله يعرضنا إن شاء الله نطلقوا إن شاء الله نهار 2 أوت في المارجنت الصيفية امتعنا وإحنا ديما نمشي وإن ديما حكيت قبل المسرحية تاو ماشا في عام هالثاني نطلقنا 22 ماي 22 ماي عام تقريبا سكرنا العام تاو عام وشوية عام وربعة أقل أقل مربعة عام وشنوى؟ عام وشهرين عام وشهرين نمشيو وعندي يندي فيه خاطرين نحب الحاجة نمشي لها تكون مدروسة مضبوطة مكتوبة بس أنترا عندي دي فيه بتحفة بشيكون نحب نعمل بها مية تعرض علش مية تعرض بالذات؟ مية تعرض كالي تي موش كونتي تي يعليش التحدي هذا مية تعرض؟ شو يعني لك مسرحية ناجحة 100% وين تحب توصل بها يعني اليوم فما مسرحيات فما أعمال لمسرحيين توانسة قاعدت سنوات تعرض هاي؟ ناجم تعمل لبرة أمانة تول مرحلة الأولى الخطوة الأولى اللي نحب نعملها بتحفة مية تعرض بي؟ تحفة تناجم تكون أيضا من المسرحيات اللي تناجم تقعد عوام؟ تناجم تقعد حتى عشرين سنينة تحفة موضوع مهم برشا موضوع تحفة يعيش لمية سنين القدام علاقة التونسي بتاريخ بلاده موضوع مهم علاقة التونسي بتاريخ بلاده التونسي كيفش يراه حاضر ونظرت ولمستقبل ما نجموش يكون معانتها موضوع وقتي في سنة موضوع بيش مسرحيات تكون متواجدة لسنوات يذولي تم برشا خدمة عن النص وعادة كتابة النص مرة أخرى فما حاجات فمش النص كاملة تكتب براه نعرف حتى المسرحيات اللي قاعدة تراوفاما ديفان يقعد معهم عشرين سنين او اللي يميزوا المسرحية في حد ذاتها دي جا تعرف وتقولوا ذيك ما نعرفوها خاطر حاجات ذوك يعرف فورير يقولها راي حتى بعد ثلاث سنين راي عند الجمهورة ذيكا راي فورير تصفيق فما دي برسوناج فما حاجات كيم يقول المصري أفشات تحافظ عليهم فما حاجات تتطور فما اكتواليتات حتى معليك انك تدخلها في المسرحية في برسوناج يقولها في حكاية فما حاجات تحتى معليك انك معت النص تزيد ولهنانك حاجات معانتها ماتت تنقص فيها فمت ناحياها انتي اليوم مع كل عرض يتم تجديد النص وتجديد المواقف الموجودة في المسرحية ومش تجديد انا فما انا والمخر الصحبي ومرة تحيالية ديما نمشيوا بنظرية الجونجلاش كبس كيتستنس بالعروض لو مش كيم العرض الأولياني اللي فون برمير اللي عملتو 22 ماي متقيد بالنص ومن خاف نزيدش حكاية البرسوناج الذي عمني تاوليت نجنقل معناه برسوناج نزيدها واحدي برشا مبروفيزة سيان وذي كل مسرحي كانت ساعتين ولي نعمل في ساعة و 25 دقيقة ساعة ونصف فمت كل شي في بلاست وما فمش الزيد وزدومت على أكثر من 25 شخصية محمدالي تقريبا انا قوتي غادي قوة غادي اي كل إنسان وستيلوا في الخدمة فمش كوني ارتاح في استنداب استنداب معناها شخصية واحدة فمش كوني ارتاح في الليفان تك تك كما عندها يقول انا قوتي محمد بالنسبة لي أنا من نقطة قوة محمدالي تونسي على الركح هي الكمبوزيسيون تقمص شخصية مستمدها من من مثال معناها كان يعيش بقبل خطرتو مثلا مثالي ذي شوفناه في تونس مع لامين نهدي تجسيد أكثر من شخصية مش كنا ببرشة فان القادير لامين نهدي مستمدها من مصر أحمد زكي ببرشة معناها كانوا قدوة لية في الحاجة ذي وانا دي جاء ناس اللي تعرف معناها في السكتشيتم تاعي واليستنداب واليزان ترفونسيون اللي كنت نعمل فيهم في التلفزة معنا في التاسعة الشخصية هذي دي جاء في المصرح شكونا قرب الشخصيات لك شكونا اللي اخذاء من محمد اللي التونسي وحط حط فيها تام برمتاو مش شخصيات المصرحية الطعفة والله شكونا قرب لك برشة شخصيات هم تمثالا كم أختي برسوناج اللي حبوها الناس معنا أختي هم بستعد الريكت جدا يفتي برشة برشة شخصيات لكل دي جاء واحنا مشينا ما حبينش نطيعو شكر وحبينش نكون ونشبه لشكون دي جاء وقت نبرفو احنا على المصرحية وطلب مني المخرج اني نعمل عزوزة عمت له عزوزة معانتها لتختر في بالا اي انسان معانتها الزعمة ضربني فهمتني قال لي منحبش عزوزة نحب نشوفها يقول عند الناس كنحب نشوف عزوزة تقول هذي عند محمد علي تونسي شفتها اخي خرشت العزوزة ملأ عليها بالرسمي موجودة اه شخصية شخصية حتى هي موجودة خرجتها سيورسية نطقتها يعني من واقع قعد تستخل وتاخل في برشا شخصية اما هي الشخصية اللي يتمثل محمد علي تونسي في وسط المسرحية فرج طحف طحف فرج البطال من دا المسرحية البطال من دا المسرحية انتي علاقتك بالتاريخ وعلاقتك ب لا لا طحفة لتنجم نكون معانتها يمثلني انه فيش انه معانتها ما امن بي حد من لول المصدقو حد حارب واحد وكمل واحد والقاروح ويعمل في غيرة مفرطة على التاريخ غيرة مفرطة على الشي اللي يحب وغيرة مفرطة على الموهبة متاعو معانا شوفنا برشا وجيعة في كله مفرج طحفة معانا انك في حد ذات انك برسوناج تعملها شنية خرافة متاعها انه يعمل في شخصية حنباعل في متحف بوست بلاستيك معانا يهزن الموند والمتاحة في عائلته وكيفاش معاه في المتحف علش يحب التاريخ وين بيش تهزو غيرتو للتاريخ انتي من محمدالي التونسي من الناس اللي ما امن بيحد لا مش حكيت ما امن بيحد ومستطقو حد فما قريت فما مفاهيم شاكر بحق غالطة فما بتاع مثلا انا و انا امنت بيه و انا وصلته تعجبكش الكلمة دي مش حكيت ما اعجبنيش فما طعفش نوما انا وصل لانسان مثلا انا جاني بطولة مسلسلة قلت له ما نقبل الرول كلمة تجيبه معي شكر اه جاني فيلم بطولة ما نقبل الدور كلمة تجيبه معي شكر اميسيون في الراديو ونخدم اميسيون كلمة تجيبه معي شكر كورنيكور اه اذي كمل حاجة انا وقيت روحي مع انت بعد نيس كافي كملت وحدي بعد الفالجة عملت عملت في الحوار خرجت من الحوار بعد مشيت لالخمسة سنين في عبدالي شوتايم اخذيت حسن كوميدا 2018 حسن كوميدا 2019 بعد جيت الاول معت الثاني سيتكوم ليا اخذت فيه بطولة الى 16 جمل بعد 16 عملت قراري اني نوقف على كل ما هو stand up وسketchat في التلفزة وخوتهم امتوراني لنحضر المسرحية وحضرت المسرحية قرار انك ما عاش تخدم في التلفزة محمدالي اه لعليش لانه هربتك تحرقت تحرقت انت تحرقت في التلفزة لا كان كملت راني انت حرقت شو معناها شو المقصود انك تحرقت في التلفزة مستهلك تستهلك نفسك برشا انك تجي للتونسي مثلا ان انا عندي ظهر اني خدمت stand up وقتلكن stand up fail طب شو معناها fail كنت كنت عمل stand up في التلفزة يخرجوا الناس كل يحكي واسمعتوا البيع يقال جذف واسمعتوا البيع يقال كريم يقال هب لي فهمت تود تعمل stand up يتعدى مرورك كيرا وقداش عاونتك تلفزة بش نجمت اليوم تبدع عاونتني برش تورتني برش بذات يولي اللي كنا نعمل فيهم في الكتيبة طب انا يمكن تحط لي اول stand up قدمتوا في التلفزة تحط لي اخر stand up قدمتوا في التلفزة فرق كبير البرزنس في برشة حاجات اذيك بالممارسة وبالتطور وثما stil زدك كونك اللي تقول لي انا من الحاجات القوية فيهم انه انا ناخذ اكثر من شخصية حتى في التلفزة كنت تقلد في اكثر من شخصية وكل مرة تجيب شخصية تجيب شخصية باللهجة الكل بالمصري بالعراقي بالسوداني بالخليجي بالتزيري بكل شي الهدف محمدالي التونسي وما نشبهش انك متشابه لحد اي شابه كان الروح شابه كان الروح والهدف الابعد وين تحب توصل اليوم لا انا حلمي ما عندهش حدود تفقينا مثلا اهداف يحطها الممثل يقول انا كيف حطيت المسرحية مئة عرض ثم انها تقعد اعوام شوه زد الاهداف اللي حطتهم انت بالنسبة الروحك سينما السينما قاعد تخدم دجا قاعد نخدم فما عمل جديد فما زوز عمل جديد اللي هما مل المشي واحدة عمل جديد في السينما مكش في السينيتي وقتش يخرج انشاء الله نورمال من اكتوبر نوبوبر حجيا Sharet قاعدتوا في البربارا SKY نعشكون خلينا نج مش نعرفو ما عشكون خليها في تونسي تونسي مشكون اول بطولة لي اول بطولة اول بطولة في السينما لي بي و دي جاء مازالت كي كاملت صورت موساس المعاوية معتا في ال MBC أرجعت المعاوية و تكلموني بش نرجع نصور معتا تغير قصة موساس المعاوية قصة عظيمة بي؟ والهدف اللي كانت عندي غلطة الشكر قبل اللي كان مش يبيلي النجاح رمضان اكتشفت انه ليه موش كان رمضان و كان يأثر فيا اني كي ما نظهرش و ما نخدمش في رمضان معتا بعد صوتا صوتاش تغيب عمين بعد فهمت اللي فهم حاجة اسمه 12 شهر رمضان شهر أحمد حلمي في مصر نجم صف أول في العالم العربي ما عنده حتى مسلسل في بيلك ما عنده حتى كل وفلاء وهذا اللي بش تبخدم عليه هذي عندك استراتيجية اليوم عادي استراتيجية خلينا في المدى القصير مسرحية التحفة بش تكون موجودة في أكثر من عارض عطينا تقريبا الأقرب والأبعد في العروض إن شاء الله نطلقوا اثنين قوت في مارجين الفسقية الدولي في القروين آه هذا يظل يبشيكون عرض خاص عرض خاص اي أول عرض في القروين دي شاء أول عرض في القروين شنون خصوصيته؟ في دارنا أول عرض في ولاية القروين ولايتي بين أهلي وناسي وحبابي سعيني كتل ما أتحكى لي آي الحمد لله وذير مش تكون أول عرض يتفرجوا في العائلة عائلتي زادا قطر في عروضي في تونس ما جاوش تفرجوا أيوة علي علي ما جاوش تفرجوا ما هو تعرف دي بلاسموه وكذا ودنيا فهمتا ووقت هومي ما زادك عملت الفازة معتها تتركب في السنين دونك ما مقلقتها شوية فاصل البنج والعملية اللي صارت ما نجموش وقت يجي وما في القروين مش كونوا موجودين كل عدنا عشرة أوت سلقت المهدين خليني في القروين ساعة خليني في القروين لأنه نعرف نعرف قديش الوالدة قريبت لك وورا بيفضلها عايش وانها بش تفرجوا طبو مش يقولك شعبوية ومرو خلال لا ولا لا علي الشعبوية أخي يا إخي واحدك يحب أمو شعبوية والله عند برشا يقولك أي شعبوية ما فلتش ما هو ما هو التفسير الشعبية ما حلاها من شعبوية أخوي إذا كنت واحد مش يعمل عرض في فكرة سامي مع أنت عندي هادي زعاين في الحوار قدل ممكن محبتي لأمي تعتبر شعبوية فنعم وخصوصي أنه أنا أكبر شعبوي إنه الوالدة بش كون حاضرة في العرض زادا كيف كيف مالا عندها وانت اللحظ يرسين والدنيا والنجاح منها وإليها طبعا ثم التحذير خاص لعرض القروين والحمد لله والله ديما في العرض كل عادي تحذيرات أنا مع أنت قبل ما نبدأ وتو في البرمجة بتاع الصيف مش تكون عدنا ثلاث أيام أربعين برايف قروين بعده؟ عشرة أوت صلقتها مهدية خمسة وعشرين كاركحة القلويت سبعة وعشرين أوت مش مكونوا أورفستيفال بنزرت تسعة وعشرين أوت في وذر في جبس وإن شاء الله نستنعوا في الكونفيرماسيون بتاع الليدات الأخرين خاطر ما كتعرف توا يريد مالين ذيك المشكلة معناها لو وزار الثقافة تخلي المهرجانات ضخل مزانية لدقيقة تسعين مع أنت يكلموك في الدقيقة تسعين فهمت؟ إذا كان جاءنا بها وإحنا نمشيه ديما بنزرت مع أنت أنك تلقى روحك في ركح مع أنت أكبر من ركح كارتاج وإنا مثلا ما عندي حتى فرق بين روح يقول لك هذا مهرجان كارتاج وهذا مهرجان سلقت المهدية عرض سلقت المهدية الدورة أربع أربعين يعني كارتاج مثلا ما زال بعيد عليك؟ ما زال بعيد علي مع أنت أخويا ما لقيتش تفسير تهوي أنا ما تصبينا دوسي في كارتاج وما تقبلش المسرحي بيتي عالة ومعامد علي مازال صغير آه قالو لك مازال صغير فورتون ثم من الناس معناها موجودة ذاك اللي يحز في نفسي أنه مزال التقاس مع أنت الظهور وإني نعاية الفلان بالأسامي وبالعمر لي غلطة كبيرة معناها معناها كنجيب كنجيب لكيفالومتاح أنا كنجيب مثلا ملاعبي عمره 19 سنة و 18 سنة هدئ في تير تيران كيمالاند معناها نقول له ما اللعبوش خاطر مازال صغير معناها اللعب لاخر خاطر عمره 43 و 40 سنة بيه أنت قادر عليها قارتاج مهرجان قارتاج الدولي اليوم قادر على ملأ مسرح قارتاج الدولي بمسرحي التحفة والله الشكر فما مصطلحات غريبة بالحق كيمال ملأ وقادر وشنو الفرق شما الفرق بين رقح قارتاج وما الفرق بين رقح مثلا كاركا حلق الويت بوه الكبر ساقبل كل شيء بخلاف الكبر بيه هذي حاج هل هذيك جمهور والاخر جمهور لا ما قلتش أنا نسأل فكرة وإنما دي تأويل السؤال عندك روه لا 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 أول كما تريد أما اليوم كي نعمل ثلاثة من الناس ويقفين أنا عندي كتراك ونراج شو مش تحب تقول لي مهرجين قارتاج كيما أي مهرجين لي مش كيما أي هرجين أنا دي فعل شرف كبير وفخر لي وحلم اللي صغير أنا ملي قادر كي نحلم إلي نطلع على رقح قارتاج دول وقدمت ميلف وقدمت ميلف وانتي عندك كل الثيقة أنك اليوم قادر على أنك تعمل سلدوت نعم نجم نعمل سلدوت ما قادر نعتلي رقح قارتاج لا لا القدرة مسرحية أنت تعرف أنت فهم ما تفرجت ونعرف ما شاء الله عليك أما نحكي على أنه اليوم الناس اللي تمشي المهرجين قارتاج تقدم ميلف يما في بالها هل نعبيوا قارتاج وقالة لا ولا مترشي معيار انتي هذا والله في حد ذات الحضور الجماهير مش معيار بسمك أنت لا معيار كبير أكيد معيار بتاع نجاح وما نعرف وزيدة زيدة كيفش يصير معنا الببليك يمغرجين قارتاج كيفش يصير ما نعرف ما نعرفه ما نعرفه ما نعرفه قصه ألف والبقي تفضله مرحبية هكا تصير العملية نعرفه خمسين ألف عرض يصير وكاك على كل شكونا عمل سولدوت بخلافة رغبة علمة بنسبة رغبة علمة فقط شكونا آخر أنا عنه عطينا لمساش المعلومة قولنا المعلومة شكونا آخر من اللي عملوا الفيتيفال أنو سيبان سولدوت مثلا الافتتاح الافتتاح حاجة باية أما حتى كان اليوم قالوا لك مازلت صغير محمدالي بشي عاود يقدم عاود نقدم بطبيعة محمدالي تونسي أكثر إنسان تقابلوا في الحياة نفس طويل ومرامل رهيب رانيا نراو وانتسكر لي باب رانيا ما في نقعد نسمصبح نسناك لنتحل والحمامات نعجل الحمامات الدولي صبينا كيفكي في الحمامات الدولي ومخذيه حتى عرض مسرح يسنين فما حتى عرض مسرح في برمجة الحمامات يسنين غريبة ثم العرض الافتتاح نحكي لك ما فما حتى عرض معناتها في الستنداب في الوان منشوه مخذيه حتى عرض بالنسبة لي كنتي طبعا كما قلت إنه ثم عروض أخرى موجودة غير طبعا عروض اللي موجودة بالنسبة للمحمدالي التحفة اليوم محبش يصنفها محبش يحطها بمنافسة مع حتى عمل آخر نحط ننفسها مع روحي إنه ديما المنافسة الحقيقية بالنسبة لي إنك تقارن روحك بين أنت يقبل شكوة شنوة وانت يقبل دا وانت يتاوة شنوة طبعا أنا قلت كنت يقبل دو زياماني سيكون ديرتر وزيامانين تفرش فيه كريم في التلفزة يعني في الستنداب تفرش فيه لطفي كريم موجود يوم مارجح نحكي لكي نتفرش فيه مع أنت كنت صغير ونتفرش فيهم في التلفزة أهمني وكنت فاهم بهم الكل إنك تلقى روحك توقف فيشك بجنبه فيشو وتلقى روحك معنا اسمك بجنب اسم ومصرحيتك بجنب مصرحيت وتعم في الكمبيلية عم في الكمبيلية معتها أذي أولا حاجة تفرحني وحاجة تخليني نزيد نثني الركبة ونخدم أكثر نجومية زيادة في نفس الوقت هاي نجومية شو تعني لك انت بالنسبة لك انت هذي منها أكثر مسئولية ديما المسئولية حتى ولو يحبوك ززم الناس ديما عندك المسئولية بتاع سقين على القاع وتكون أحلى مثال وتكون ديما مثل في كل شي المسئولية الرأى في تحذيرك للعروض إنه من الناس اللي عندك تحذير خاص للعروض متكلش تقعد تقريض نحي نحي بشتريح يضلي بطريقة ساعات بالسبار كل مرة كل مرة كيفية لانا ديما الجمعة لقبال العرض تقوص خاصة عندك تقوص خاصة ديما الجمعة لقبال العرض ما نجمش منترينة ساعة خوف رهيب وخطر لتعرف مسئولية مش لعب معنا وما نرتاح كين مع الضحكة لولا متى الجمهور على كل هي مسرحية تحفة بشكون موجودة في القيروين إن شاء الله في سلقتة في المهدية في بن زرد في قابس في حرق الويد في انتظار العروض الجديدة محمد اللي توسي نحب نشكرك مرسي وكو على حظرك معي في كورنيش مزيكة ترجمة نانسي قنقر